أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق إطلاق حملة لنزع الأسلحة غير المرخصة ستشمل كافة محافظات ومدن الإقليم وتستمر عاما كاملا. ودعت الوزارة المواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة إلى تسليمها على الفور بحسب بيان نشرته. وجاءت الحملة بعدما شاهدت مدن في الإقليم جرائم راح ضحيتها أبرياء. وكان آخرها مقتل أستاذين جامعيين في أربيل على يد طالب. وهي جريمة أثرت جدلا كبيرا. تتصاعد حدة الجرائم باستخدام أسلحة شخصية. ما استدعى حملة دشنتها السلطات بكردستان للقضاء على السلاح غير المرخصة. وسط هذا السوق وقعت جريمة أمام أعين المارة. كان أصحاب هذه المحال شهودا عليها. راح ضحيتها شاب إثر خلاف عشائري لم يكن المذنب فيه. هكذا أشار التحقيق الجنائي. قتل الشاب بعيار ناري من سلاح شخصي في وضح النهار. وهو ما أثار ضجة كبيرة. خصوصا أن الشاب كان معروفا على وسائل التواصل. قتل الشاب أياز هنا أمام أعيننا. القاتل كان مسلحا ولم يستطع حد إيقافه. نامل أن يتم القضاء على المظاهر مسلحة الهائيا. خلال أشهر قليلة سجلت بكردستان عشرات حالات القتل. كجرائم الانتقام والنزاعات العشائرية والعداوات وغيرها. كان أشدها مقتل أستاذين الجامعيين بأربيل على يد طالب. هذا الحادث تطلب تدخلا من أعلى المستويات. حيث نالت الجرائم لأول مرة شخصية بحجم عميد كلية القانون بجامعة أربيل. وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى دعم حملتها بالإبلاغ عن استخدام السلاح أو التبليغ عن مرويج الأسلحة على وسائل التواصل. ندعو كافة المواطنين إلى التعاون معنا بإبلاغنا عن أي مكان يستخدم فيه السلاح أيا كان نوعه. نسعى لإنهاء هذه الظاهرة. لم تمنع السلطات اقتناء السلاح نهائيا. لكنها شددت شروط حيازته بتحديد أربعين مركزا لبيع الأسلحة وتسجيلها تحت إشرافها. كما دعت المواطنين مما يملكون أسلحة لتسليمها خلال مدة عام واحد. وهو عمر الحملة التي تنفذها. حملة لنزع الأسلحة الفردية غير المرخصة تنفذها سلطات كردستان العراق مع ازدياد ضحايا إطلاق النار. إضافة إلى فرض شروط صارمة لا تناء السلاح في محاولة لضبط حمل السلاح في الأماكن العامة. غسان الأسلحة غير المرخصة والأسلحة المحظورة. بسم الله الرحمن الرحيم. من الضحايا تذهب بسبب الاستخدام الطائش للسلاح الغير مرخص. هذا يعني أبرياء كثيرين يذهبون يعني ضحية لمثل هذا الاستخدام من الأسلحة. يعني الحملة كلش رائعة. وبنفس الوقت أتمنى أن تكون حملة فعالة ويتم حصر السلاح بيد الدولة. سواء في كردستان أو في جميع العراق. نعم. هناك سلاح مجرمين. سلاح عصابات. سلاح فردي كثالك. وبحسب البعض يبدو أن هذه الحملة تسادف أساسا السلاح الفردي. خاصة أنه تمت دعوة المواطنين لتسليم أسلحتهم أو لتسجيلها. هل هذا صحيح؟ ولا ضروري يعني على حكومة كردستان أن تسعى إلى تسليم أو مصادرة السلاح الغير مرخص من قبل بعض المواطنين. هناك نزاعات عشائرية. هناك حالات انتحار. هناك اقتتال بين العشائر. يعني إذا هل نزع سلاح العشائر من بين أهداف هذه الحملة الرئيسية؟ أكيد أكيد. ما دام يعني لازم يتم نزع للسلاح العشائري. وإلا كانت هي الفوضى تعم في جميع البلد بنفس الوقت. في كردستان أيضا هناك بعض النزاعات العشائرية. أيضا بعض عمليات الانتحار. الأسلحة بياد العشائر منتشرة لو سمحت لي سيد ربيع في كافة أنحاء العراق. الآن إذا ما استندنا إلى هذه الحملة. وهذه الحملة تقول إنها تستهدف أيضا أسلحة العشائر. كيف سيتم ذلك؟ يعني هل سيترك للعشائر حرية تسليم سلاحها؟ أم سيتم ذلك ضمن مقاربة أمنية مختلفة؟ أختنا دين. يعني سلطة الدولة يجب أن تكون أكبر من سلطة العشائر. لكن هذا ليس وقال حال. سلطة الدولة يجب أن تفرض نفسها. كواقع حال نعم. ولكن قبل عام 2003 في العراق كان ليس للعشائر سلطة. ولكن الدولة كانت من تسير أمور الدولة. ولكن اليوم سلطة العشائر أصبحت كبيرة جدا. وهذا خطأ كبير جدا. إذا أردنا إقرار القانون علينا أن نزع السلاح من يد العشائر. وليس فقط في كردستان. وإنما حتى في جميع الدول العراقية. لكن حصلت محاولات أخرى لنزع سلاح العشائر. نذكر منها على سبيل المثال في البصرة. في ميسان. في محافظات أخرى. أيضا الحكومة العراقية خطت خطوات من هذا النوع. كيف تقيم هذه المحاولات؟ هل نجحت؟ وهل يمكن لإقليم كردستان العراق أن يستفيد منها؟ والله ستنادين يعني ضروري. يعني يعني أناشد السيد محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء الحالي بنزع السلاح من جميع المحافظات من العشائر. وفي نفس الوقت أناشد السيد مسروري البرزاني رئيس الوزراء حكومة أقلين كردستان بنزع السلاح من جميع العشائر في كردستان. وفقا لخبراتك الأمنية سيد ربيع. كيف يمكن أن يتم ذلك؟ يعني هل هناك استعداد لدى العشائر في كردستان أن تسلم أسلحتها؟ يعني الوضع سيتوتر وسيجر ذلك ربما إلى مناح أخرى؟ لا ستنادين. ستنادين. احنا عدنا دولة للها هيكلية معينة. وفي نفس الوقت عدنا وزارة الدفاع. وفي نفس الوقت عدنا وزارة بيشمرقة. هذه الوزارتين عليها أن تسعى في سبيل نزع هذا السلاح من العشائر ومن أي مواطن سلاح غير مرخص. نعم الإنسان منتسب إلى جهة معينة. نحن كنا بالعسكرية سابقا وكعسكر وضباط. كنا حتى إذا ننزل مجازين. يعني نسلم سلاحنا بيد المسجب وننزل مجازين. اليوم حتى الضابط أو المنتسب يجب عليها أن ما ينزل بسلاحه. يخليه بالوحدة العسكرية التي هو منتسب إليها. وبعدها ينزل يعني جريمة أن واحد ينزل بسلاح. نحن نتحدث عن عشرات الجرائم التي حصلت في الأشهر القليلة الماضية. هل الألية واضحة؟ أو هل تنصح بألية معينة للتخلص من هذا السلاح؟ حتى أولاً. وثانياً من أين يأتي السلاح؟ من أين يدخل إلى كردستان العراق؟ هل ربما هناك مقاربة لتشفيف منابع السلاح قبل السيطرة عليه في الدخل؟ ستنادين. ستنادين. إذا أرادت الدولة نزع السلاح من العشاء لا تستطيع فعل ذلك. وفي نفس الوقت في كردستان يستطيعون فعل ذلك. لأن ستنادين مثل ما قلت قبل قليل أن وزارة الدفاع وأيضاً وزارة البشمارية أكبر من سطوة العشائر. إذا ما أردنا أن يتم الاستقرار والأمان في ربوع العراق عامة وفي كردستان خاصة، علينا أن نذهب إلى تمشيط البيوت. إذا كانت أقوى من سلاح العشاء لماذا تترك هذا السلاح حتى الآن؟ ما هي بعد 2003 ستنادين. وتم هيكلة الجيش العراقي أصبح كل من هبه دم ودب استطاع أن يحصل على السلاح. فيجب معالجة هذه الحالة في سبيل سحب السلاح من يد الناس المدنيين وكذلك الناس غير مرخصين بحمل السلاح. هذا العلاج الوحيد لاستباب الأمن في كردستان وفي العراق عموما. ما هي شروط منح رخصة السلاح اليوم في كردستان العراق؟ هل هي واضحة بالنسبة إليكم؟ ما هي شروط منح رخصة السلاح؟ حمل السلاح؟ ما هي شروط منح لماذا لم يلغى هذا الحق بالنسبة للمواطنين؟ أولاً رخصة حمل السلاح يجب حكومة كردستان ووزارة البيش مرقيا والأمن في كردستان يحددون حمل السلاح لمن هو أهلاً لحمل السلاح يعني اليوم حتى أطفال حاملين سلاح في كردستان وأطفال حاملين سلاح في عموم العراق. أعتقد رخصة حمل السلاح يجب أن تكون أصعب من رخصة حمل الجواز الدبلوماسي اليوم الجواز الدبلوماسي بالعراق سائب وأيضاً السلاح سائب فيجب الحد من منح هذه الإجازة إجازة منح السلاح لأي شخص وعليه أن يكون السلاح بيد الدولة وكذلك في يد حكومة تقليم كردستان. نعم، أشكرك جزيلاً شكر على هذه المشاركة معنا من أربيل الخبير الأمني ربيع الجواري. ترجمة نانسي قنقر